ترأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني اليوم الاجتماع العاشر للمجلس بحضور أصحاب السعادة وزراء الكهرباء والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وصحة والصناعة والتجارة وشؤون الإعلام ومحافظ المحافظة الجنوبية والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وقد رحب معالي الوزير بأعضاء المجلس منويها إلى أهمية الاجتماع والذي يأتي في إطار الجهود المبدولة لحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين ويعكس التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة في إطار اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز السلامة العامة وقد اطلع المجلس على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن قرارات الاجتماع السابق بعدها انتقل إلى مناقشة بنود جدول الأعمال حيث اطلع المجلس على إجاز قدمه سعدة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس لجنة حماية المنشآت النفطية والصناعية بالمنطقة الجنوبية والتي قرر المجلس تشكيلها برئاسته في اجتماعه في الرابع من مايو 2016 بهدف تقييم التصورات المقترحة لمعالجة الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة من أجل حماية المنشآت النفطية بالمنطقة الجنوبية وتضمن الإجاز وضع خطة أمنية متكاملة على خمس مراحل لتأمين حقل البحرين وتوزيع المهام على الجهات المعنية مع تشكيل كادر مؤهل من الدفاع المدني للتعامل مع المخاطر التي يمكن أن تقع كما تم استعراضه جانب من الخطة المقترحة لمشروع نقل السكراب إلى منطقة بعيدة عن المنشآت الصناعية والمناطق السكنية وفي هذا الإطار قرر المجلس رفع توصية للحكومة الموقرة بتحويل منطقة السكراب إلى منطقة تدوير النفايات بكل أدواعها مؤكدا ضرورة وجود استراتيجية وطنية في هذا المجال مع عمل خطة إعلامية للتوعية بالمخاطر كما اقترح رئيس اللجنة تحديد منطقة التخييم لهذا العام بعيدا عن المناطق الخطرة في سياق المتصل أكد مجلس الدفاع المدني خلال اجتماعه على تشكيل فريق عمل لإعداد خطة للأمن النووي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تساهم في الحماية من مخاطر التهديدات النووية بما يسهم في دعم الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال كما تم النظر في تعيين بيت خبرة بالتعاون مع الوكالة الدولية لمراجعة الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وأشار معالي وزير الداخلية رئيس المجلس لأهمية تطوير جهاز الدفاع المدني لمعالجة المخاطر القائمة والناشئة والعمل على نشر الثقافة والتوعية المطلوبة للتعامل مع المخاطر بكل أنواعها والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال وهمية أن تكون هناك هيئة وطنية مسؤولة عن الأمن الصناعي وفي ختام الاجتماع عرب معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما مشانه زيادة معدلات الأمن والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين